أعرس بس أتكلم على عمر السلية هلنبع للمجبري مش عايز بس أتكلم على عمر السلية عمر السلية لازم اتدهله حق صراحة عمر السلية طيب لما نجي نتكلم عن المنتخب الوطني عمر السلية الحقيقة بيستحق تحية في كل شيء بس اتطور جامد اوي عمر السلية شخصيته تحس انه هم مدير فني في أرض الملعب يعني مدير فني فعلا في أرض الملعب قائد عمر السلية كانوا زمان يقولوا عليه أصلا هو ما بيظهرش في المطشط الكبيرة ده بقى كابتن منتخب مصر وبقى في كل المطشط الكبيرة هو اللي شال الحمل فسجلت في ثلاث نهايات دورة يا بطالة الأفريق يعني سجلت في ثلاث نهايات عمر السلية تطور بشكل كبير جدا جدا عايزة ورح داك برضو بعض الصور للعمر السلية اللي بتبين دوره الناس ممكن يعني ليه عمر السلية أفضل لعب في البطولة يستحق يكون ينافس على أفضل لعب في البطولة عمر السلية ممكن بتمريرة واحدة يضرب خط كامل بص أدي أول صورة معنا أول حالة معنا بس دا ترو بس دا كدر بس خلينا لك دا واضح دا في أول مباراة بس أنت بتضرب بتكسر خمس لعيبة بتمريرة واحدة زي ما بيقولك يا بيوزع بنبوني على زميله عمر السلية بالتمريرات دي طبعا دي كان انفراد بنبوني عمر السلية أدي تمريرة تانية على فكرة التمريرة دي دي صعبة دي صعبة دي على فكرة اللي جي منها راكلة الجزاء في المتش الأول لمصر قدام لبنان أقولك تعرف ان الكرات تلما بتفتكرها وانت كده قاعد وهي بقالها كتير تعرف ان الكرات دي بتبقى حلو قوي طبعا يعني عارف يا كريم ان الكرة دي أنا فاكرها كرة بتاعت الثرو بوسل اللي فات أنا فاكره معظم الثرو بوسل اللي عملها عمر السلية أثناء الأربع خمس مباراة اللي تتلعبوا معظمهم تلقوا معلقين في المارك عشان متمتع بيهم عشان متمتع بيهم كمل اللي بعدها دي دي ضربة الجزاء قدام لبنان هو اللي جابها هو اللي لعب الكرة اللي جابها لأحمد فتوح أحمد فتوح دعمل واحدة نزيزه في المتش الأخراني ده دي كان الجميل دي برضو المين لعمر كمال دي لعمر كمال ضربة الجزاء بتاعت عمر كمال في مباراة السودان ومين اللي لعيبة معامر السلية ضربة الفرقة كلها بتمريرة طولية النهاردة تطور رهيب على مستوى التمريرات تكمل هات الصورة اللي بعدها برضو هتلاقي نفس الفكرة دي ضربة الجزاء قدام الجزائر من اللي جابها عمر السلية إذن عمر السلية مساهم في ثلاث ضربات جزاء لمنتخب مصر دي بعد كده برضو ده مستوى التزديدات تطور كمان على مستوى المحاولات التاني أكتر لعب في المنتخب عمل محاولات على المرمى عمر السلية بيشوت من أماكن بعيدة يعني نتمنى طبعا أنه يسجل بكرة بالتزديدات بتاعته دي وعمل واحدة جميلة برضو لزيزو زي ما حداك قلت لا لا كانت حلوة قوي بتاعت اللي هي اللي عملها بالهد عملها بالهد في الشوت التاني اه عملها بالهد دي برضو أركامه برضو يعني لعب أربع متشاط وهو تاني أكتر لعب مشاركة مع بعد محمد الشناوي أكتر ادنين لعبه حصل على رجل المباراة مرتين أحرز هدف ليه دور كبير جدا على مستوى الدفاعي ومستوى الهجومي على مستوى الهجومي زي ما قلنا عمل عشر محاولات بقى منهم ثلاثة صح ومعدل قطع الكرات ليه طبعا غير التمريرات الطولية اللي احنا شفناها ومعدل قطع الكرات ليه قطع الكرة ستين مرة في البطولة ومعدل خمستاشر مرة في المتش فأنت بتتكلم بتحكم على لاعب على المستوى الدفاعي هايل ستة وبيلعب تمانية حمد فتحي لو بدأ بكرة هتلاقي بيلعب تمانية عمر السلية لو ما بدأش بتلاقي بيلعب ستة يعني بيلعب الحتتين عنده شخصية بيكمل جوا التمنتاشر بيزيد بيديك تمريرات طولية غير كل ده بقى حط شخصية القائد في عمر السلية قبل ما نشيل الصورة دي تعرف انا اللي عجبني في كل ده ايه؟ الصورة اه ما هي الشخصية صراحة الجزائر ماشي الجزائر بعد ضربة الجزائر دي الصورة دي بالنسبة لي بتمثل عمر السلية في كل الكلام اللي انت بتقوله بقى اللي هو الكلام الكبير بقى الحلو اللي هو الدفاعي والرجومي والشخصية الصورة دي بتمثلي انا او بتبين لي الصورة دي تقدر تعلم بها اجيال شخصية الاهلي شخصية الاهلي وشخصية اللاعب جوه النادي الاهلي وجوه منتخب مصري بيعمل ايه؟ وبالتالي انا بالنسبة لي الصورة دي مهمة جدا